وجه وزير الخارجية بدر عبدالعاطي خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التبعي للأمم المتحدة في رأى التصرحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النخضة وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولية والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وسودان وإثيوبيا عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021 ونوهى وزير الخارجية إلى أن تصرحات أبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاق المعجرانها والمهدد لاستقرار الأقليم مؤكدا أن مصر مستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بمجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه اشتركوا في القناة